للحديث أكثر عن استخدام روسيا الفيتو ضد إدخال المساعدات وفرض النظام السوري شروطاً لإدخالها ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الباحث في القانون الدولي سيد ياسر الفرحان ساد ياسر بداية مرحباً بك فيتو روسي ضد تمديد آلية المساعدات كيف تصف ذلك؟ مساء الخير تحياتي لك ولسادة المشاهدين مرة تلوى المرة اعتادت روسيا على هذه السياسة في مجلس الأمن تستخدم الفيتو وتنتظر أن تجري مفاوضات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتخفض من سقف مشاريع القرارات المقدمة في المجلس ولتبتز كل الأطراف مالياً وسياسياً لتحقيق مصالح نظام الأسد ومصالحها كما تحدثتم في تقريركم ابتداء كان القرار يسمح بإدخال المساعدات عبر منافذ متعددة أربعة قلصته روسيا باستخدامها الفيتو إلى منفذ واحد وأيضاً أدخلت فيه نصوص تذهب باتجاه إعادة الأعمار وليس فقط تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الأعمار التي تطرحها من خلال صيغة الإنعاش المبكر ومن خلال أيضاً نظام الأسد الذي هو فعلياً من سبب كل هذا التدمير في سوريا والتالي لن يكون أميناً أبداً على إعادة أعمارها سيأخذ هذه الأموال بالنتيجة ويذهب بها من جديد لتغذية آلة حربه على الشعب السوري ويحرم الفئات المستهدفة منها حتى في مناطق سيطرتهم من جهة ثانية لا يسمح بإدخال المساعدات إلى مناطق الشمال الغربي المحرر الخارج عن سلطته قرار الجمعية العامة ابتداء من 2014 و2015 تحدث بأنه 93 قافلة مساعدات إنسانية أعاق النظام وصولها يعني بقي يمنع إدخالها إلى المناطق المحاصرة وأيضاً أدانة الجمعية العامة سلوكه بإطلاق النار على موظفي وفرق المساعدات الإنسانية التابعة على الأمم المتحدة وبالتالي هذا سمح بتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن خارج مبادئ الأمم المتحدة التي تنص على عدم تدخل بشؤون الدول الأعضاء واحترام سيادتها وبالتالي استثناء على هذا المبدأ تحت مبدأ آخر أيضاً مقرب الأمم المتحدة وهو أساسي طيب سيد ياسر يعني في ضوء هذا التعنت الروسي والمراوغة الروسية كيف استفاد النظام السوري من ذلك؟ يعني تارة بفرض شروط وتارة أخرى بممارسات وإجراءات ثانية هو يستفيد مالياً وسياسياً مالياً أموال الدول المانحة لما تروح على صناديق الأمم المتحدة تفرض روسيا قيوداً عليها بحيث تذهب في معظمها لمناطق سيطرة النظام والنظام ما يعطيها للمستهدفين يروح أيضاً يسخرها لأغراض عسكرية ولأغراض اقتصادية وتستنزف في معظمها من قبل الميزانية التشغيلية الكبيرة اللي يتصل لخمسين بالمئة من إجماليها وأيضاً يعني توزع عن طريق منظمات وسيطة تابعة للنظام وبالتالي ما يصل لمناطق المعارضة الأشد ضرراً واللي الناس فيها أشد بؤساً بسبب أن النظام هو اللي يدمر بيوتهم وهجرهم وقتل أبنائهم وعذبهم إلا من الجمل أذنه هذه من ناحية ومن ناحية ثانية أيضاً يحاول النظام يعني وتحاول روسيا دعمه في أن يطرح نفسه لإعادة إنتاجه وتأهيله في الحضيرة الدولية بينه هو من يعطي الإذن هنا طبعاً أستاذ ياسر هناك موضوع مهم موضوع المدنيين الذين يتعرضون إلى عمليات القتل وعمليات التجويع وهذه الأمور تحصل لهم في ضوء مواثيق دولية لا يعمل بها في أقل من دقيقة لو سمحت هل باتت القضية الإنسانية في سوريا ضحية الأجندات السياسية؟ تحاول روسيا أن تستخدم القضايا الإنسانية وتأخذها رهينة ومبارح عريضة وقع عليها مئات السوريين منظمات وشخصيات ذات مصداقية تطالب الأمم المتحدة والحكومات الصديقة بأن لا تترك القضايا الإنسانية بيد روسيا رهينة وأن توجد أدوات أخرى تستند هذه العريضة في مطالبها القانون الدولي نشكرك شكرا جزيلا أستاذ ياسر الفرحان ونعتذر منك لضيق الوقت ضيفي عبر سكايك من أسطنبول الباحث في القانون الدولي